تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تكثيف الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء بهدف توفير مناخ وبيئة صحية للمواطنين والمقيمين تولي شؤون البلديات اهتماما بالغا في تكثيف الرقعة الخضراء والتوجه إلى الاستدامة في مشاريع الزراعة والتجميل من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية الصديقة للبيئة والتي تلعب دورا أساسيا في خفض نسبة التلوث وتلطيف الجو من جهة ومن جهة أخرى تهدف تلك المشاريع إلى تجميل المواقع للارتقاء بمسوى الشوارع العامة والرئيسية هذا وقامت بلدية المنطقة الجنوبية بتنفيذ مشاريع الزراعة والتجميل ضمن خطتها في توسعة الرقعة الخضراء وتكثيف التشجير في الشوارع العامة التابعة لها من أهمها شارع الشيخ سلمان شارع الزلاق شارع 16 ديسمبر وشارع المعسكر إضافة إلى عدد من الشوارع الداخلية في المناطق السكنية بمنطقة مدينة عيسى ومدينة زايد وتستمر مشاريع التشجير لهذه السنة لاستكمال العمل على الشوارع الرئيسية والفرعية تتضمن الخطة زراعة مدخل مدينة خليفة وتكثيف الزراعة بشارع الملك حمد إضافة إلى زراعة أشجار الظل في المماشي والحدائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر